اشتركوا في القناة ورحب صاحب الجلالة بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية والفريق بحري شارلز كوبر وهنأه بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد متمنيا له كل توفيق وسداد معربا جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية قوية وشراكة وثيقة كبلدين صديقين وحليفين ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الاحترام والتنسيق المشترك وأشهد حفظه الله ورعاه بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والدفاعي منوها أيده الله بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية في المساهمة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه أعرض قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس عن بالغ تقديره لجهود جلالات الملك المفدة في توطيد علاقات الصداقة التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الدفاعية اشتركوا في القناة